السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديال 19 في شهر 12 يا إخوان اليوم سنطرق لعدة أخبار وفي الفقرة الأولى يا إخوان فقرة اللي هي جد حزينة ومؤسفة للغاية قدر الله ما شاء فعليه إخوان إن لله وإن إليه راجعون يعني في حوادث يا إخوان اللي وقعات في شمال إيطاليا حوادث مختلفة توفوا يا إخوان سبع مواطنين مغاربة سبعا يا إخوان في يومين لأنا صراحة وأنا كنقلب على الأخبار يا إخوان ما صدقتش تنقول أوه هات الشي كما نقعير في هات اليومين يعني الله يرحم جميع هات الموت يا إخوان والله يرحم جميع موت المسلمين والدعا معهم يا إخوان بالرحمة غنطرقوا لهات الشي إخوان في الفقرة الأولى غنمشوا نشوفوا كذلك يا إخوان الحكومة اللي كتدرس عدة قرارات وكنعود من كرار يا إخوان تدرس بقى ما قررتش يا إخوان والإجتماع اللي غلي تقرر فيه هات الشي اللي غنقول لكم ذا بحاليا غيكون نهار الخميس لذلك ربما تصادق على هات الشي كامل وربما ما تصادق على التشي حاجة وربما على النصف لذلك الصحافة الإيطالية إخوان كيف مديمة كتسبق يا إخوان الإجتماعات دي الحكومة بالأخبار وكتقول لنا أشنا هم الأشياء المحتملة وكيتكلموا على أنه قبل يا إخوان الأعياد وقبل ما يكوني إخوان الاحتفال براء السنة غير الزمع للناس اللي هي حتى الملقاحين يديروا التحليلة من أجل دخول إلى المحافلة الكبرى وكذلك يا إخوان سوبر جريم باس من أجل الولوج إلى العمل وغاديمشون تكلموا كذلك يا إخوان على الإنزامية ديال الكمامة اللي ديجا يا إخوان كينا في عدة مناطق والبارحي إخوان مواطن مغربي رخض الغرامة ومشل السجن لأنه مكانش دير الكمامة بطبيعة الحال غانش ترح ليكم عناش بشل السجن يا إخوان غانتكلمو كذلك يا إخوان في واحد الفقر على السلالة أوميكرون اللي كتخوه في العالم يا إخوان ومنظمة الصحة العالمية اليوم في صباح كتدير واحد تحذير بطبيعة الحال كين دولي في أوروبا السلالة أوميكرون في أيام قليلة ولت الأكثر انتشارا وفاتت 50% وبريطانيا اليوم كتسجل 12 ألف حالة إصابة بهات السلالة غانتكلمو كذلك على ألمانيا وكذلك أشنو قال المستشار ديال جنرال في اليورو يا إخوان حول هات السلالة دكشري قالو في الفازي نوعا ما كيخلع شوية وغانتكلمو كذلك يا إخوان عن المغرب لماذا ليسر يا إخوان على عدم السماح بالرحلات البحرية وغانشوفو أشنو قالت القنص ديال إيطالية فيما يخص إخوان تحليلة لأنه الناس اللي بغا تركف الطيارات كان خبر مهم حول التحليلة يخصوكم غانترقوا لجميع هات الأخبار يا إخوان وأخبار أخرى وكذلك غانشوفو الحالة الوبائية في إيطاليا وفي المغرب وكيفما العادة كنم بغي نشكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم الناس اللي لم تشاركاش اششاركوا يا إخوان باش بقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا فقر يا إخوان كنم بغي نذكر جميع الناس هو أنه الناس اللي كتسوي على الباطو أراها الحدود الساعة القنصلية الإيطالية في المغرب دارتي إخوان ثلاثة تواريخ أطلب الترخيص من السلطات المغربية ولكني إخوان الحدود الساعة الرحلة الأولى اللي كانت نهار 20 من المفترض أنها تكون يعني غدة أرا ما غاديش تكون بطبيع تحلي أنه لم يتم ترخيص ديالها قد الرحلة ديال 27 وديال 29 واش المغرب غا ديرخصهم ولا غا يديرك في مدر مع الرحلة ديال نهار 14 وديال 20 الله أعلم يا إخوان السلطات الإيطالية رهدرت الواجب ديالها يا إخوان والتصلت بالشركة والتافقت معاي إخوان وضفعت الضوصي للسلطات المغربية للحدود الساعة يا إخوان لم يرخصوا لهذا الرحلات البحرية ولبشنا الموقع ركف ما كنت شوفوا معاي أراه ما كينوالوي إخوان والحدود الساعة دائما حيث الوزير ديال الداخلية المغربية تيقول لك بلا أنه إحنا يا ما عمرنا ما بلوكينا المغاربة اللي هما يبغين يخرجوا خارج المغرب كنت سائل ما هو السبب اللي خلأ أنه السلطات المغربية تبلوكي هادا الرحلات البحرية يك عير باطل اللي غادي خارج من المغرب ما غايدخلش ما غايجيب لك التاشي واحد علاش كنبلوكي والرحلات البحرية يك ناس اللي هي عالقة في المغرب وعند السيارات ديالها وبغا ترجع للطالين علاش كنبلوكي وما زال هادا الرحلات البحرية وعلاش ما كنرخصوش لهم هذا عرس سؤال الحكومة المغربية نتمنى أنه ما يبقوش معاكس نفاذ الموضوع ويعطيه الترخيص لهادا الرحلات البحرية وكنذكركم دائما يا إخوان أنه القنصلية الإيطالية في المغرب كتقول بلا أنه هاد شيء إخوان رأى أكدت عليه يعني حسب اللغة العربية الناس اللي بغا تشي من المغرب عن طريق الطيارة بطبيعة الحالي إخوان حيط الحدود تسعة ما كنش لباطو اللي بغا يبشي من المغرب الطاليين خاصو يدير تحليلة البيتشي ايري اللي تكون عندها المدة الزمنية 72 ساعة وإلا كنتي بغا تدير السريعة خاصة تكون ما فيتاش 24 ساعة لذلك إلا عندك واحد الرحلة في الصباح النهار اللي قبل في الليل دير التحليلة ولا في العشية دير التحليلة السريعة رأي يعني كتدير في الفرماسيانات ولا في المختبرات واللي كتخرجي إخوان في 15 دقيقة إلا كانت عندك الرحلة في الليل ديرها في الصباح وبطبيعة الحالي إخوان تحليلة السريعة كتبقى أرخص إلا بغا تدير تحليلة اللي كتبقى مدة زمنية أطوال اللي هي دير 72 ساعة الآن ممكن أنكم تديروها ولكن رأي كتبقى غالية شوية مقارنة بالسريعة ولكن السريعة فيها 24 ساعة ما خصتش تفوتها والاخرى البيتشير رأي عندك الحق فيها 72 ساعة حيث اللي بشاة بالسريعة وفيتها 24 ساعة يا إخوان رغا يلقى مشاكل في المطار فهذا الفقر يا إخوان هنطرقوا الأخبار دي الجالية وللأسف أخبار اللي هي جد سيئة وفقرة يا إخوان اللي هي مليئة بالأخبار دي الوفيات دي المواطنين المغاربة في عدة حوادث صراحة فقرة اللي تمنيت أنني منسجلهاش ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ وطبي إخوان غن تكلموا على سبع حالات وفاة في حوادث متعددة عرف يوميني إخوان واحد الويكيند اللي أنا كنقلب على الأخبار ما نصدقش يعني كنلقى خبر دي الوفيات تيبقى في كل حال ولكن من بعد جوش تققى تلقى خبر آخر لدرجة أنه بحد وقيت تدخلني الشك قلت هيك ما درت في الروشارج ولف العملية دي اللي بحث ترتاكبت بعض الأخطاء لأنه يا إخوان سبع حالات دي الوفيات في يومين أرا يعني ما كتتصدقش من بينهم تلاتة الحالات دي الوفيات يا إخوان عن طريق التراني إخوان الناس حوادث سير حوادث منزلية وللأسف إخوان حوادث اللي صراحة كيجيوا كلهم في دقة كيكون الحال صعيب شوية الله يرحم هاد الناس ليشوفوا كاملين وكن عزيوا العائلة دي الهم والله يصبرهم ولكن يا إخوان هاد الشي يعطى الله يعني غنطرقوا لهاد الأخبار ولكن رهجد حزينة صراحة غمضوا بالخبر اللي بطبيعة هاد الشي في تحشف الصحافة المغربية وتنشر في الجورنالات دي المغرب وتتكلموا عليه بعض الصحف واللي تتكلموا على جوج مواطنين مغاربة يا إخوان واحد شاب اللي عنده سو عشرين سنة والتاني يا إخوان اللي هو رجل عنده سو واربعين سنة كانوا يا إخوان بغني دوزوا من نمسا بغني دخلوا لإيطاليا ومتبعني إخوان السكة دي التران وماتوا في إيطاليا يعني من بعد مدازوا الحدود دي النمسا بتلاسة كولومت بطبيعة الحال لحسب يا إخوان الأخبار هاد مواطنين المغاربة يا إخوان ضربوا من تران مع الساق واربعين دقيقة ولكن يا إخوان السائق دي التران مرتش البال لأنه غادي يلاحظوهم أول مرة بعد الركاب يا إخوان اللي كانوا راكم من في تران آخر اللي كان يا إخوان في المنطقة دي البراين نيرو يعني البراين نيرو هي لواحد المدينة اللي علل حدود يا إخوان على أسترية ناس كانوا راكم في التران يا إخوان وشافوا هذوك الجوش ناس ميتين في السكة علموا يا إخوان ماكينيسا والماكينيسا يطلبوا ليس وذلك الساعات عرفوا يا إخوان بالوفاة ديالهم هاد جوش المواطنين كانوا يا إخوان على حسب المعلومات للحدود الساعة قدرت الصحافة وصليها هو أنهم كانوا طلبوا يا إخوان لوجوء في النمسا وكانوا جيدا داخل الإيطالي إخوان على رجليهم متابعين السكاديل ترين يعني ماتوا يا إخوان بهذه الطريقة الله يرحمهم وفي حين في حالة مشابهة يا إخوان هو أنه واحد المرأة مغربية وهنا يا إخوان الصور ديال الحاديث البارح كانت دبابة بزا في إخوان وهذا الخبر را شفته أنا كذلك في الأخبار ديلة الليل إخوان معت المنتصف الليل كانوا بعض الأخبار وتكلموا عليها ولكن قالوا بلا أنه ربما موحدة السيدة اللي هي إخوان من دزينجر يعني من هذو كروم بطبيعة الحال إخوان كانت أخبار خاطئ أو كانت أخبار أولية اللي تعطعت في نشرة الأخبار ولكن على حسب ما تبيني إخوان هي مرأة مغربية اسميتها اللي مكتوبة عندها إخوان في الوطائق هي لالة السعدية وعند السو سبعين سنة يا إخوان وكتسكني إخوان بالقرب ديال السكة الحديدية لوقيت اللي ضربها التراني إخوان كانت هاد البارييري إخوان نازلة يعني كانت نازلة والسيدة كانت ضبابة بزاف إخوان وعندها المنزل بالقرب من السكة بمئة مترو ربما قالت نقطع ولا شي حاجم ما بينش لهذا التراني الله أعلم كذلك إخوان الصحف يتكلموا على جميع الاحتمالات ركما عارف كذلك على احتمال أنه الواحد بغيه نتاحر ولكن لا أظن ذلك إخوان عير الصحف كتكسب زيادة على هذا سيدة عيشة مع ولدها لذلك الله يصبره والله رحمة السيدة إن شاء الله يا إخوان بطبيعة الحال التدخل كان من الفيجلي دي الفوكو كانوا يعني ريشال الشرطة المحلية اللي كانوا قراب من تمام يا إخوان كانوا كدروا رفع الكنترول في هذا الحي يا إخوان وهم اللي كانوا شو المكان ديال الحادث ومات مواطن إيطالي بنفس الطريقة في نفس المنطقة يا إخوان بطبيعة الحال غام شو نشوفوا حادث آخر اللي هو يا إخوان كيتعلق بجوج مواطنين مغاربا اللي هما شباب عندهم 21 يا إخوان و24 سنة توفوا أمام يا إخوان واحد المالها ليلي كانوا خارج انتم يا إخوان وسيارة ديال مواطن إيطالي اللي عندهم ما بيستين حتى سبعين سنة كل صحيفة كين الصحيفة اللي كتقول عنده سبعين ضربهم يا إخوان وهرب بطبيعة حال غير جعي إخوان من بعد 45 دقيقة لما كان ديال الحادث وطبيعة حال ضربة اللي ضربهم يا إخوان رعا ما خلت ليم يا إخوان حتى شي آمال وطبيعة حال تدخل ديال الإسعاف ما قدروش أنهم مدروش يحاجوا دموا الأمانة أمانتو إن لله وإن إله يراجعون يا إخوان كنت أسفوا بزاف إخوان الفقدان هات الشباب والله يرحمهم وتعازين الحار العائلة ديال هم والله يصبر والديهم هذو ركن جوش ديال الأصدقاء وعلى حساب الصحافة لإيطاليا وعدة صحف اللي قرأت من إخوان راه المقالات اللي تكتب على هات جوش قتل الطرقي وبطبيعة لإخوان دبرا حركي دور كي تجول اللي كان هو أنه دروا ليل كونترول ديال لالكول يا إخوان وش كان سكران ولا لا تبين بلا أنه لا كان سكران وعلى حساب شهادة للناس اللي كان تحاضرة ممي إخوان قالوا بلا أنه كان واحد نيقاش يعني ماشي كانوا مضاربين ولكن كان مغاربة يعني يا إخوان الانحياز راه دائما كين ودائما غادي يكون خبر آخر يا إخوان وهذا النصيحة راكن تكون نقول لكم دائما السنة الماضية وحتى هات السنة يا إخوان دايش أذكرتكم بها بدون حدوث أي حادثة وقلت نتمنى أنه الناس فيق لهذا الشي وما تبقاش تديره مواطن مغربة عنده 43 سنة يا إخوان مدينة آسطي نعس يا إخوان وبالجلب المجمر وتوفى بسبب ثاني أكسيد الكاربون يعني إحنا راه عارف أنه تنعس بالجلب المجمر يقتل بواحد النسبة كبيرة يعني واحد إلى نعس في واحد الغرفة وسد عليه ومعاه مجمر راه النسبة لأنه يصبح حي قليلا وقليلا والأمانة أمانتو لذلك إخوان هات السيد مواطن المغربي اللي عنده تتور بعين سنة العائلة ديال وموقع عنده حتى شي خبر علم البوليسي إخوان ورجال الشرطة والشرطة العلمية إخوان مشوهم المنزل ديال هم ورجال الإطفاء والقوم لأنه السيد إخوان توفى منذ مدة وما القوم يدلون له بطبيعة الحال إخوان كنت ترحم على هات السيد حتى هو الله يرحم وتعزين الحار للعائلة ديال وللأسف إخوان كيف ما كنت شوفوا أخبار عدة 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 في يومين قاسحة بزاف يعني هذي أخبار كل هذي اليوم 18 19 في شهر 12 يعني ما كنت تكلمش على أخبار ديال أسبوع و ديال شهر رأى الجال المغربية إخوان الوفاية اللي كنت بها الطريقة رأى كثيرة و كثيرة بزاف ولكن أقدر الله العائلة يصبر وفي ما يخص آخر حالة هو المواطن المغربية إخوان بائع الخضر والفواكه البارح في الصباح معرب على الصباح كيف ما كل يوم ينوضي بشير الخدمة دياله و ناضي ساكن في البروميال الفكرة اللي غطي عليه هو أنه يدوز من الشرجم الدروش باش يدوز في البارك والتي كان تقريبا مسافة الميترو على حساب ما تكتب يا إخوان وعلى حساب تحريات الشرطة الأولية قال ربما قدر أنه يشد في البارك ولكن يبدو الشرجم ديال البارك مصدود وقال بلا أنه ما ندخل من زينة حارة للعائلة ديال وطبي إخوان هذي هي الأخبار اللي كانت اليوم كلها تتعلق بالجالية المغربية جد سيئة للأسف يعني إخبار لي تمنيت أنه كما قلت لكم في الأول هذ الفقرة منسجلهاش ولكن أقدر الله يا إخوان ولله ما أعطى ولله ما أخذ الله يرحم فهذ الفقرة يا إخوان غنتكلموا عن القرارات اللي ربما غادي تأخذها يا إخوان وغاي صادق عليها مجلس الوزراء ديال الحكومة الإيطالية اللي غادي يكون نهار الخميسي إخوان ثلاثة وعشرين يعني أيام قليلة قبل الأعياب ولربما يا إخوان النصيحة اللي كانت تكلم عليها فرانكو لوكتالي المنصق ديال اللجنة العلمية والتقنية هو أنه في بعض المحافل نديره الإلزام يدي التحليل على جميع الناس وربما يا إخوان غا يكون من بين القرارات اللي غادي يداري إخوان فهذا القانون وكيف ما كيكسب لنا الكوريا اللي دل سير يا إخوان ومن غير أنه كيكسب هاتش فيما قال راه اليوم الجورنال اللي يتبع يا إخوان في الصفحة الأولى لإخوان كيكسبوا بلا أنه في الحفلات غادي تكون الحضور عرب الطمطوني بطبيعة لإخوان تحليل على الناس اللي هي جالبة واللي ما جالباش ولي بطبيعة لإخوان كنت قلت لكم سابقا بلا أنه سياسي صعيب يتخذوا هات القرارات وفعلا يا إخوان حتى كوستا اللي هو الوزير الصحة كان فهد الأمر وقال بلا أنه ماشي في طاولة ذي الحكومة الإيطالية ولكن نهار الخميس سيكون اللقاء ديال مجلس الوزراء اللي تأخذ فيه قرارات مهمة من بينها التحليلة من أجل المحافل وكذلك إخوان مش هذو القرار الوحيد اللي يأخذه قرارات مثل الإلزامية ديال الكمامة وديال المسكرين في جميع أنحاء إيطالية حتى في الأماكن المفتوحة وزيادة على هذا يخوان ربما غادي إخوان وهذا الشي غيكون من السنة القادمة الإلزامية ديال سوبر غريم باس حتى للخدمة بخلاصة العبارة الواحد من ما يمشي للخدمة إلا لا كان جالب يعني الناس اللي حاليا ممكن أنها تمشي الخدمة بالغريم باس العادي يعني هذا اللي كتاخده حتى عن طريق التحليلة أراه على حسب القانون اللي بغان إخوان وعلى حسب ذاك الشي اللي يكتب الكوريار ديال السيارة راه ربما من هنا السنة القادمة غاول يدخل الناس للخدمة عرب السوبر جريم باس اللي كتاخد عن طريق الجلبة هي هي عير أخبار واحد السرق صحفي من الكوريار ديال السيارة ولكن عارف من أنه الكوريار ديال السيارة صراحة الحاجة اللي هي مهمة هو أنه العلماء تقول إلا ما تخذت قرارات في القارب العاجل غادي تقدر من هنا الشهرين لإنعاشات في إيطاليا تعمر وغادي يكون مشكل كبير طبي يتحر الناس اللي باقي مجلبت في إيطاليا راهب الملايين يعني كنت تكلم على خمسة مليون سسة مليون المواطنين ديال إيطاليين من 12 سنة وما فوق وطب يتحرك كيف ما قلنا سابق نرا كينا واحد الحملة باش يقنعوهم يا إخوان وحاليا راه تقريبا ربع مليون إيطالي اللي باقي المجال باش كل سيما ناكي بش يجلب ولكن هات الشي كامل ما كافيش وكيف ما قال دراقي باش منسدوش المحلة التجارية وباش يعني ما تكونش عدنا وحد الانتكاسة لا اقتصادية لا صحية خاصنا ناخذ قرارات شديدية أخرى هاد الاجتماعي إخوان كيف ما قلنا غادي يكون نهار الخاميس 23 وعلى حسب تقرير ديال معهد العالي ديال الصحة غادي نشوف القرارات اللي غادي والناس بغا تحتافل باء رأس سنة وكيتجمعوا بزاف ديسكوتاكات وكيتجمعوا بزاف إخوان في لطيلات وكذلك في البيات من غير أنه بزاف ديال الموضن ياخوان لغاة الحفلات اللي غا تكون ديال الرأس سنة في البيات سنة ديولها لذلك إجماليا حي تعرف الناس غايت جمعوا بيش برأس سنة بغاو يلزموا على كل شي ياخوان باش يكون واحد نقول وحنا باراج يا اخوان ويكون واحد الغربال اللي يحاولوا أنه من الناس اللي معادية يلقاوها قبل ما تبش تعادي ناس خرين في هاد الحفلات لذلك يقولون من اللي جالب ولي ما جالب شغ يدير تحليلها وربما هاد القرار غيخرج عير من اجل الحفلات لذلك الريستورات والسينما والمسرح غدي يبقى القانون كيف ما هو عليه الحال اليوم ما غيكون تش تغير طبيع الحال الاشي اللي غدي تحتاج كذلك التحليل لها هو الملاعب دي الكرة القدم وزيادة على هذا ركن تكلم دائما على هاد النقطة هو المسكرين في البروفينشات وبزاف دي الجايات اخوان لدي جا دائما كنقول لكم بلا انه فرنس وبولونيا وميلان وتورينو دائما هاد القانون وخير دليل على هاد شي اخوان هو انه مواطن مغربي هاد الايام اخوان في تورينو كان يدور في السونتر بلا ما سكرين جا وقفوه البوليسي اخوان باش يكون في المنزل حيث عنده حفز الدار وليهذا تمت المرافقة دي من غير انه اخذ المولطة والغرامة المالية ربعمائس اورو تمت المرافقة دي للسجن بطبي الحال هذا هو خير دالي لاخوان راح تورينو منطقة بيضاء ولكن الرئيس دي المدينة والسندك وقال لهم المناطق اللي في السونتر خستكم ديروا المسكرينا وهذا المواطن يكون ندير المسكرينا واخا عندهم ميشيليار وهو ما فيهم ما كان يوقفوه فهذا الفقر سنطرق لعدة اخبار اللي كتجين من عدة دول اوروبية ومن دول العالم تخص السرعة للجديدة اوميكرون واللي بطبي الحال من بعد ما انه في المرحلة الاولى بزاف العلماء يعني كيقولوا بلا انه يعني ما تخلعوش ره السلالة عادية تبين بلا انه حال خالعة بزاف دين البلدان وبزاف دين الحكومات والانتشار ديالها والسرعة دي الانتشار ديالها راكت تنتاشر بحط طريقة كبيرة لدرج انه بعد راية الاوراق دين عدة حكومات في العالم اليوم في الصباح منظمة الصحة العالمية تنشر واحد تحذير وكتقول بلا انه السلالة منتاشرة في 89 بلد وبلا انه تنتاشر كذلك ما بين الدول اللي فيها بزاف الناس جالبين خصوصا اخوان دول بحل بريطانيا والدول ديال شمال اوروبا ومنظمة الصحة العالمية قالت الحدود تسعة ما عدناش ارقام ومع عدناش يعني ابحاث اللي كتأكد لنا وش السلالة كتنتاشر حتى ما بين الناس اللي جالب اللي انه كتقدر تختار الجلبة او انه كتنتاشر حتى عند واحد الصوعة ديال انتشار كبيرة ولا ربما الجوج ديال الحويش بجوج اخوان في دقة من بين الدول اخوان اللي اليوم ما كتعلن على ارقام اللي هي مخيفة فيما يخص السلالة اوميكرون هي اخوان بريطانيا كتقول بلا انه 12000 حالة اصابة جديدة اخوان بهات السلالة في اخر 24 ساعة البارح كانوا 10,059 حالة اصابة لذلك ارقام كتيرة خلات انه الحكومة ووزير ديال الصحة البريطاني يدير واحد اشي مع طريق مع واحد اللجنة اللي اسميت اخوان كوبرا باش يشوفوا الاجراءات اللي خصم يديرو قبل ناطاليا اخوان وقبل الراس العام زيادة سنعلى هذا احتف المانية نفس شي اخوان العدد ديال الحالات بدك يتكاتر عندهم ديال السلالة اوميكرون والوزير ديال الصحة الجديد كيقول بلا انه احنا غدي ندخل في واحد الموجة خامسة ديال هات السلالة ديال هاد الوباء اللي ما غديش نقدر نوقفها الى بقات هات السلالة الجديدة كتنتاشر وبطبي يتحال قلب لانه الحل الوحيد بالنسبة له هوية وفي الرأي ديال هوية هو الالزام يدي تلقي على جميع المواطنين بطبي يتحال هذا هو اللي كيبال هي اخوان حل للخروج من هاد الازمة وخل حدود السعر هكين يشوكو كبيرة حول الجلبة والسلالة اوميكرون واش كتقدر انها تختار ها ولا لا بطبي اخوان ايرلندا الشمالية كتقول بلا انه السلالة اوميكرون ولت الاكثر انتشارا في البلد ولت كتشكل 52% دي الحالات العدوى وشوفوا معاي هاد السلالة في ضرف جوج دي الاسابيع بل بالعكس قل من جوج دي الاسابيع يا اخوان ولت هي الطاغية في البلاد لذلك فقل من جوج الاسابيع قل من 15 يوم ولت الاكثر انتشارا وهذا دليل على القوة دي الانتشار ديالها الى السلالة الماضية يا اخوان لالفا لبيتا لديلتا كانوا كدوزوا يا اخوان مدة بش يوليوا الاكثر انتشارا كاللي من بعد شهر كاللي من بعد شهرين هذي يا اخوان فقل من 15 يوم والتي هي الاكثر انتشارا وكتر من 52% دي الحالة اللي سجلوا اليوم يعني 5524 اراهم من السلالة اوميكرون بطبيق حالي اخوان اليوم تكلم كذلك المستشار العلمي ديال المفوض على الوباء في اليولو وبطبيق حالي اخوان انا ما فهمت شو هو عنده واحد نظرة واقعية ولا عنده واحد نظرة متشائمة وسلبية لانه ذاك الشي اللي قال اخوان اراه صراحة شوية تيخلع والناس اللي هتكون تفرجت فيه اخوان خلعت هات السلالة الجديدة لانه قال في السلالة والصحفية واش غدين دخلوا في منطقة برتقالية قال اظن انه نعم غدين دخلوا في منطقة برتقالية والحدود ساعة قال كنشوفوا بلا انه كان واحد الارتفاع ديال السر اللي كعمر في المستشفيات الى بقينا غدين به الطريقة غدين دخلوا المنطقة برتقالية زيادة على هذا قال لها بلا انه الجرعات الثالثة راها جد مهمة قال احنا را غدين في الحملة ديال الجرعات الثالثة بطريقة ممتازة وكان واحد الاقبال الكبير عليها ولكن را لدينا واحد الصراع مع الوقت يعني الوقت ما قاد ناش وخا نسرع وخا نطيع عدد كبير ديال الجرعات راي يعني كان وحد كونترول تامبو زيادة سأل عليها قال الى كانت السلالة دالتا احنا قال لها بالجرعة التالية كان قدروا نتحكم في الحالات العدوى وكذلك في الناس اللي كانت مرضي اخوان بطريقة خيبة قال لها مع السلالة اوميكرون بعترات لنا الاوراق ديالنا لانه قال يا اخوان الى الجرعة الاولى والجرعة التانية كانت تحميضت السلالة دالتا مع هات السلالة الجديدة الحماية بالجرعة الاولى والجرعة التانية راه ما بين 20 حتى 50% يعني ضد هات السلالة بهات الجلبة ارى يعني اخوان قليلة وخا هات الامحات راه بقى جديدة وباقي يعني خصمي عمق الامحات ديالهم في حل انه قال مع الجرعة التانية راه يعني كتكون الحماية ما بين 50 حتى 70% ضد الاعراض ديال المرض طبي قال الحدود الساعة بقى الحالة مواضحة ولكن الى تبين بالله انه هات السلالة جديدة كتقدر انها تختار الجلبة ارى غاد قدر نكون امام واحد الواباء باء يعني واحد الواباء ب اللي هو ي فيروس جديد لذلك قال لها خاص نعود ونعاد قريص من جديد كيف مدرنا سابقا طبي حتى الاتحاد الاوروبي كيتحرك حتى الحملة ديال الجرعات الثالثة طلب من فايزر انها تزيد الجلبة اللي كانوا متافقا عنها في تلت شهر الاول ديال السنة القادمة الى الاتفاق هو انه يخوان فايزر خاص تسلم الدول ديال الاتحاد الاوروبي 195 مليون جرعات الاتفاق كان هو انهم يزيد 20 مليون ديال الجرعات لذلك غيزيد هم خمسة المليون ديال الجرعات في شهر واحد خمسة في شهر جورج وعشرة المليون ديال الجرعات في شهر ثلاثة والطوطال في الاخر يخوان غيكون ميتين وخمسة شهر جرعات اللي غيتسلم هالتحاد الاوروبي من شركة فايزر في التشهر الاولى ديال السنة القادمة وربما مشي شخص يكون عنده تعاليق حول الجلبة ديال الفايزر يا اخوان والارباح ديالها طبيق الارباح اللي هي خيالية كتربح فايزر وهذا يا اخوان راه جابت لانه على الاقل الجلبة ديالها هي بينات واحد الامانة كبيرة فيما يخص الارقام اللي عندنا الحدود الساعة والحالات اللي عندنا الحدود الساعة مقارنة باسترات زانيكا بقارنة بجونسون انت جونسون فيتزر بينات اخوان على النجاعة ديالها وزيادة على هذا راكين شركة اخرى اخوان اللي هي بالعشرات مشهورة كذلك منهم سانوفيا فرنسية اللي حاولوا انهم يديروا جلبة اخوان ولكن فشلوا وطبيق حال اخوان كيف ما تيقول المثال العربي مسائبه قومين عند قومين فوائده ولواباء راكي يستفدوا من الشركة ديال الادوية وفيما يخص اخوان الحماية ديال الجلبة ضد هات السلالة الجديدة والرقم الغريب هو اخوان انه الناس اللي كتاخذ عير جرعة راه الحماية هي ديال 30% يعني لك كي اخوان استرات زانيكا كي فايتزر حاجة اللي هي يا مهم ولي هو يا رقم غريب هو انه الناس اللي جلب بأس رجل الزانيكا بالجرعة الاولى والجرعة الثانية بعد مرور السلالة للاشهور الحماية ديالهم من هات السلالة الجديدة هي سفر لذلك اخوان بحال مجلب تيش وطبيب السؤال اللي كين حاليا هو وراء كنا طرقنا لي سابقا ووحد طبيب يا اخوان اللي هو في اللجنة العلمية والتقنية قال لنا بلا انه الجرعة الثانية غت تكون هي اللخرة وكان قال بطبيعة حال اخوان الى الفيروس ما تغيرش الى الفيروس صغير راه يعني بطبيعة حال الجرعة الثانية ما تبقاش كافية وحاليا كين علماء اللي حال الوقت ستحمي واحد الجلبة خاص تسنى الوقت يدوز هم بدأوا اللولين لذلك يقولوا بلا انه ثلاثة الجرعات الحماية لهم تبدأ تنزلي بعد مرور ثلاث اشهر لذلك تبدأ تنقص لا لا تختار وضعف ولكن تبدأ تنقص فيما يخص الحالة الوبائية في ايطاليا في اخر 24 ساعة سجلوا 24159 العدد الوفيات 97 العدد تحليل 566 الاف تحليلة الناس تزادوا في الانعاش 13 كيفون العدد 966 والناس في المستشفيات تزادوا 150 كيفون العدد 7727 في المغرب الناس اللي اخذت الجرعة الاولى والجرعة التانية هذه الارقام الجرعة التالية كذلك وهذا الارقام كتبين بالله وكتوضح كذلك عدد كبير دي المواطن المغاربة اخذوا الجرعة الاولى وما رجعو جدار الثانية اللي كنت تكلم على حوالي مليون مواطن مغربي الناس اللي لقوهم في المغرب اخوان بوزيتف 24 ساعة راهم 186 الناس اللي تم استبعاد ديالهم حوالي 10 الاف الناس اللي تشاف ميا وجوج والناس توف 60 الاف مواطن ايطالي اي بنسبة حوالي 25 في المئة ديال الشعب الايطالي يعني الربوع ديال الناس رادي جاخذت الجرعة التالية بهذا اخوان كنو صنع الاخر الحلقة تهلا وفوريوسكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله